مرحباً مرحباً اليوم سأكمل معكم بدرس الاندفينيت بقنومين يلي هن الضمائر الغير محددة ولكن درسنا اليوم سيكون عن أدفابيين مت ايرجن يلي هن مثل مثلاً بس نقول ايرجنفاس ايرجنفو ايرجنفان وكتير غيرهم وجداً مهمين ولازم نكون اكيد منعرفهم ونديس الأدفابيين كان من يدين تاج امال تاج هيفيش فابندن لكن قبل ما نبدأ بدرسنا اليوم رح ناخد فقط الكلمات يلي بتجي مع ايرجنف يلي هن ما بيتصرفو يعني بيبقوا مثل ما هن ما بحاجة لتصريف أبداً أما البقئين يلي بحاجة لتصريف رح نخدهم بدرس تاني دعونا نبدأ ايرجنف عنا ايرجنف بدايت انكلاً اما انبشتمت نشت كناو يعني هادي الكلمة بنستخدمها للإشارة إلى شيء غير محدد غير معين أو غير واضح وعندنا ملاحظة جداً مهمة ايرجنف يعني هادي الكلمة ما فيها نستعملها لوحدة بس هيك بالجنة لوحدة ما بيكون إلى أي معنى لازم يكون في معا كلمة تانية لحتى انه نقدر نستعملها ويكون إلى معنى وهلا رح نبدأ مع أول كلمة معنا لليوم ويلي هي ايجنفو ايجنفو بمعنى في مكان ما أو بأي مكان وهيد الكلمة معناها بدايت ان اينم ان بشتمتن ارت بتشير إلى مكان غير محدد أو مكان غير معروف ايجنفو وهون رح ناخد أمسل كيف من استعملها بالجملة يا زم بيشبال عنا ايجنفو هابي ايجنفو هابي ايجنفو هابي ايجنفو هابي ايجنفو هايدي الجملة معناها بدايت دستو داين هندي ان ايجنفو ان ايجنفو ايجنفو يعني انت نسيت تليفونك في مكان ما بس انت لابتعرفو عن لقد نسيتو هاتفي في مكان ما هستو ما ينبوخ كزين اس موس ايجنفو هي بمعنى هالرأيت كتابي لابد ان يكون في مكان ما هنا يعني انو لازم التليفون يكون بشي مكان هون بالغرفة موسيقى موسيقى يعني لقد اختبق كلبي في مكان ما في المنزل دو فايس نشت كن نوفو واول واجب رح يكون معكم لليوم حاولوا هلا تكتبولي بالتعليقات كيف منقول لقد ضيعتوا مفاتيحي في مكان ما كتبولي الجواب بالتعليقات فإذا اول كلمة كانت معنا لليوم هي بمعنى في مكان ما او بأي مكان او باللغة الإنجليش منقول مكان ما وهذا احنا نتقل الكلمة يلي بعدها طبعا جدا مهمة والكلمة عندنا بمعنى في يوم ما او في وقت ما يعني تستخدم الإشارة إلى وقت غير محدد في المستقبل أو الماضي حيث لا يكون الوقت معروفا أو غير مهم بالتحديد وعننا هون أمثلة بمعنى بمعنى هي سألتني يا بوقت انه غير محدد ولكن انه هي سألتني هيدا السؤال وهلأ عندنا الواجب الثاني اللي لازم تكتبوه بالتعليقات ويلي هو كيف منقول يوما ما او في وقت ما سأتحدث اللغة الألمانية بطلاقة كلمة بطلاقة هي فليسند يكتبولي هلأ الجواب بالتعليقات فإذا الكلمة الثانية كانت معنا لليوم هي بمعنى في وقت ما او يوما ما باللغة الإنجليش منقول وهلأ رح ننتقل للكلمة الثالثة والكلمة الثالثة عندنا هي بمعنى بطريقة ما او نوعا ما طبعا هلأ هون حسب سياء الجملة بيجي المعنى ولكن بطريقة ما وهون معناها بضاية تستخدم للإشارة إلى طريقة أو وسيلة غير واضحة أو غير محددة للقيام بشيء ما وهون عنا أمثلة لقد نجح في ذلك بطريقة ما كيف هي الطريقة ما بنعرف ولكن هو نجح بهذا الشيء وعننا هون جملة بمعنى سوف أدير الأمر بطريقة ما أنا لا أعرف كيف سوف أدير الأمر ولكن أكيد سوف أحل الموضوع بمعنى هذا من الصعب فهمه نوعا ما لأنه نوعا ما صعب أن نفهم هذا الشيء رح أعطيكم هلأ محادثة صغيرة بان شخصة ولكن رجزة كتير منيحية عنا شو مال إش هبني أين أنت سوكي كوت كيف تستوين بمعنى انظر لقد اشتريتوا بدلة ما رأيوك بها الشخص الثاني عم بيجاوب ويقول بمعنى انه يبدو رائعا يعني البدل إنه شكل رائع لكنها بطريقة ما لا تناسبك حقا لأنه فيها الشيء ما بعرف شو هو مش الناسبك وعننا الكلمة الثالثة كانت عنا لليوم بمعنى بطريقة ما أو نوعا ما أو باللغة الإنجليش منقول somehow وهلأ إحنا نتقل للكلمة الرابعة وهون عنا السؤال الثالث اللي لازم أنتوا تجاوبوا عليه بالتعليقات كيف منقول كيف يمكنني المساعدة بطريقة ما نكتبول الإجابة بالتعليقات الكلمة الرابعة عنا urgent was أو urgent advice طبعا ما في فرق بيناتهم بالمعنى المعنى هو شيء ما أو أي شيء ولكن urgent was مستعمل باللغة العمية أكتر وهيدي معناها bedeutet I know unbishtemtazakha oder angelegenheit Ich weiß nicht genau was أنا ما بعرف شو بالظبط هيدا الشيء منو الشيء منو محدد تستخدم الإشارة إلى شيء غير محدد أو غير معروف غالبا ما تأتي في جمل للتعبير عن شيء غير مهم أو لا يتم تحديده بدقة وعندنا هنا أمثلة hast du irgendwas zu trinken يعني هل لديك أي شيء للشرب يعني مش مهم أي شيء عندك للشرب أعطينيه يعني وطبع فينا نقول محل trinken فينا نحط أسم بتصير بمعنى هل لديك أي شيء للأكل مش مهم حتى نحنا بس نقول باللغة العربية أي شيء تفرق عن شيء نحن بس نقول أي شيء يعني أي شيء موجود قدامك أعطيني إلا حتى أكل أو أشرب Ich schau mal vielleicht finde ich irgend was das mir gefällt يعني سألقي نظرة انه بلك بلاقي شيء بيعجبنا مثلا يمكن يكون بمحلة يعب بأي شيء مثلا بشتري اكسسوارات أو أي شيء بمعنى انه أنا بدي ألقي نظرة يمكن لقي شيء أو أي شيء يعجبنا وعننا هون جملة كتير مشهورة وبأكد انه أكترنا بيستعملها وياللي هي انتو رح تعرفوا المعنى هلا Ich brauche irgend was gegen Kopfschmerzen أكد عرفتوا المعنى بمعنى انه أنا أحتاج أي شيء لوجع الراس يعني مثلا بسي كل واحد رأسه عم يجعوه ممكن يقول هايدي الجملة انه أنا بدي أي شيء لوجع الراس وعننا السؤال الرابع كيف منقول بالتعليقات هل يمكن أن أحضر لك أي شيء؟ يعني إنه ممكن جيب لك أي شيء فهون كتبول الإجابة بالتعليقات وعننا الكلمة الخامسة irgend wo hin بمعنى إلى أي مكان أو إلى مكان ما بداية بمعنى إلى أي مكان يكون فيه هدوء يعني إنه أنا بدي روح على أي مكان مش مهم وين اللي مهم يكون إنه المكان هادئ يكون فيه هدوء وعننا هون جملة تانية بمعنى بمعنى الطفل رمى اللعبة في مكان ما ولا نجدها يعني إنه المكان مش معروف ومش محدد ونحنا ما عم نلاقيها للعبة وعننا السؤال الخامس اللي لازم تجاوبوا عليه كيف منقول دعنا نذهب إلى مكان ما لنأكل شيئا يعني خلال نروح على مكان ما لحتى نأكل شيء طبعا جاوبوا بالتعليقات وعننا آخر كلمة معنى لليوم يلي هي بمعنى من مكان ما أو من أي مكان بديطر يعني تستخدم الإشارة إلى مصدر أو مكان غير محدد أو غير معروف بالإشارة إلى مكان غير محدد من حيفه يأتي شيء ما وعننا هون أمثلة بمعنى جاء الكلب من مكان ما المكان مش معروف وآخر سؤال رح يقول لقيل كل اليوم كيف منقول أعرفه من مكان ما لكن لا أتذكر من أين طبعا اكتبولي كل الإجابات يلي سألتكن عنا بالتعليقات انا رح تشوف شو عم تكتبوه بالحيك بكون خلص درسنا اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا وأكد رح يكون في جزء ثاني لأنه بعض فيه كلمات بتصرفوا متل ما قلتو لكم بالبداية لازم أكد تكونوا بتعرفوهن إذا عجبكم الدرس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كتش جديد أنا بنزله وبشوفكم بالدرس الجاية ترجمة نانسي قنقر